هذا وأعلن عبد الحكيم سرار المدير العام لاتحاد العاصمة عن انسحابه رسميا بعد أن وفق في التتويج مع الفريق بلقب البطولة الثامن في تاريخ النادي أن أكد السرار في تصريحات إعلامية إلى أنه فخور بالعمل في فريق كبير بحجم فريق اتحاد العاصمة وبتتويج معه بلقب غاب عنه في آخر موسمين داعيا الجميع إلى الالتفاف حوله خاصة بعدما حجزت مصلحة الضرائب على الحساب البنكي للفريق على حد قوله